الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الإخوة طلاب جامعة البحر الأحمر كلية الهندسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى وبعد كما تفضل الأخ المتحدث من قبل أن عنوان هذا المنبر اليوم مناهج هدامة أو أفكار هدامة والأفكار التي تخالف الكتاب والسنة الأفكار الهدامة هي التي تخالف الكتاب والسنة ربنا في القرآن نزل صراط مستقيم قال دسبي إلى النجاة وذكر طرق معوجة وسبل منحرفة تحرف الإنسان إلى جهنم قال الله تبارك وتعالى في صورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيمة صراط الله واحد ومستقيم لأن الإعلانات شايفة كثيرة ما عارف ليك كن ما عارف عن صار السنة وبهين ما عارف ليك سي اي اس وكل هذه الأحزاب في الشريعة باطلة وما عندها أي مستند وما عندها أي دليل وكلها مخالفة للكتاب والسنة أي زوال معترض على الكلام ده يجي بعدين أي حزب من الأخوان المسلمين وحزب التحرير والمؤتمر الوطني والشعبي والطرق ختمية وخد تسعين كل باطل طرق صوفية كل باطلة أحزاب جماعات كل باطلة بنص هذه الآية ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما واحد مستقيم وأمر باتباعه قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل هي الطرق الطرق منها الطرق الصوفية والطرق الجماعات والأحزاب دي كلها من السبل الإنسان منه أن يسلك ما بيجوز لك أنت كمسلم تركب لك أي طريق غير الكتاب والسنة وبنجي نحذرك لأنه في علمانيين بدوا يطعن في دين الله صراحة وفي جمهوريين طعنوا في الدين باسم الدين دي الأدباع الهالك محمود محمد طاها الذي قتل مرتدا كتلوا بحد الردة كتلوا المشير جعفر نميري رحمه الله وعنده أتباع اللي يمد نفض الغبار وقاموا ودارين إدوا الشغلتان بوهيا يا ناس وبعد الشغل قدمة ماتت دي الأدارين تاني يطلوا على المجتمع الفكرة الجمهوري الضال فكر مبني على الإلحاد فكر مبني على الزندقة فكر مبني على مخالفة الكتاب والسنة وبجيك لا دلة وبتسمع كلامه هورا إذا كان رئيس الحزب محمود محمد طاها بيته قالت ما كان بيصلي الصلاة الخمسة بالطريقة المعتادة عند المسلمين بيصلي آتوا صلاة طيب المسلمين بيصلوا صلوات الخمسة لكن محمود عنده صلاة تانية قال عنده صلاة يسمى صلاة الأصالة صلاة 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 الأصالة وما اسمعين بيصلاة الأصالة دي إلا عن هذا الرجل الضال المنحرف عنده أدباع مبارح داخلنا في في كلية الطيب بهناك واحد خشية قال أنا قرأت كتب محمود ما لقيت فيها كفر وفي غير الكفر فيها حاجة ما أنت ممكن ما بتعرف تقرأ يمكن جاي من محوال أمية ما معرف ويتا قال لك القلم بزي البلب ما زي ما قال ربنا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب لا تجنوا في الصدور ربنا قال لهم قلوب لا يفقهون بها زوال شايل الله قالب ساي شايل الله قالب بدل يستعمل في الطاعة شغال بها وضلال وإضلال شان كده ربنا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ربنا قال ثم قست قلوبهم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قلوب متحجرة قلوب ما تعرف من المنكر إلا ما يوافق هواها ما تعرف من الحق إلا ما يوافق هواها مشرب بالأفكار الضالة مشرب بالأفكار المنحرفة وإنت كطالب لأن الطالب يقول لك ذا زول متفتح وزول بقرة وكذا فإن تبع شوية حينقشوا لك الأفكار دي الهدامة البتهدم دينك وعقيدتك الإسلامية من مراجعة من مراجعة لأنه بعد ذا حيفتحوا فرص للمداخلات والحوار والنغاش إذا في علماني معترض على إن الدين دا صالح وإن الدين دا يصلح لكل زمان ومكان إيجي خاش إذا فيش يوعي الشغل دي كتبت معاه وما دا إلى الإسلام إيجي يقول ما دا إلى الإسلام يورينا شطارته إذا في علمانية ولا كوزة في شكل موزة الدين دا ما عاجبة برضو تجينا خاش لما أمت يومنا خلاة خش يومنا خلاة خش تكتب سؤالك وبينقرأه وبينرد عليه ما تجينا تجينا لجلو وهكذا أي زول عنده اعتراض على الشيء النسوان يرسل الأوراق إذا عندها اعتراض ترسلوا في ورقة أما بشرب وبتفة والعاملة وقفة وابونطلون ناصل وأبو فنيلة البلهين في نص اليد إيجينا خاش هنا لأنه هذه الساقة التي ما فيها فيها عجاجة في عجاج هنا إن شاء الله بعد شوية انت بلاك بشوفه فمن من هذه الأفكار من هذه الأفكار الهدامة الفكرة الصوفي الفكرة الصوفي ده من أعظم الأفكار الهدامة في هذه البلاد وهو سبب لضلال أو سبب الرئيس لدخول العلمانية وهو السبب الرئيس لدخول الإلحاد وهو السبب الرئيس لدخول الشيعة شفت التصوف ده أساس كل بلية أساس كل بلية في البلد الصوفية والله لأنه عند الصوفية وده دي الكتب دي الكتب بتاعت الصوفية ده كتاب ده بتاعة الطريقة البرهانية ده كتاب الطريقة البرهانية اسمه مجموعة أوراد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية أبناء الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني ده قبروا في السوق الشعبي وعندهم حوارات ألمانيات وحوارين ألمان بيجوا من هناك بأردية وشاهدين ايه في الزفة بتاعة السيرة بتاعة البرهاني يجوا من السوق العربي للسوق الشعبي وشوف الأوراد بتاعتهم وأذكارهم وحكم عليها بالعلمة اللي عندك طيب في الصفحة في الصفحة ستاشر في الصفحة ستاشر نشوف نوع الذكر والأوراد بتاعة البرهانية إذا في صوفي برضو بعدين يجي خاش قال قال لا مفتاحه قال لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله من أراد لي سوءا أخذ 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 له الله همسا همسا لمسا لمسا لموسا لموسا مأمونا مأمونا أنا الأسد أنا الأسد سهمي نفد منه المدد لا أبال من أحد بفضل بسم الله الرحمن الرحيم دا دين السا دا ما دين دي شغل كله بتاع الشواطين في وقت ما بتاع الشياطين همسا همسا ولمسا لمسا ولمسا لموسا يتقل وديك تلمس يا صوفي دا دين التصوف ودين تاني وعندهم أشعار دا كتاب برضو دا كتاب اسمه فيوض البحورة المطلاطمة دا بتاع الختمية بيجاي هنا ختمية ناس الصلاح رجال كسلة وسيد الحسن في كسلة وناس السيدة مريم والسيدة نفيسة وما عارف لك ايه دا كتابهم دا المرغني دا المرغني بتاعهم المؤسس الأول لهذه الطريقة طريقة الختمية اللي عندها أدباع ما يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى دا كتبهم ما يقدر ينكر الكتاب دا اسمه فيوض البحورة المطلاطمة طيب نشوف في الكتاب الصفحة مية وتسعة في الصفحة مية وتسعة من كتاب فيوض البحورة المطلاطمة وده من الضلال الذي يدعو إليه أهل الطرق الصوفية طيب قال في في الصفحة مية وعشرة مية وحداشر قال فكنت عين وجود وجود الغدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله قال الكون كله بسبح ويمجد في المرغني قال قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك قال الكون ده كله من الفرش للعرش قال كل في سعته ماسكو زي كلك تالبرسيم إنت قدر شنو ذاتك كدت عن ندخلك البحر الأحمر والله ما غريك يا صوفي قال الفرش والعرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك قال قال وكل فضل سمى في الكون مرتفعا فإنما هو من فضلي وإفضالي قال وكل غوث أو قال قبل يا وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حاله وكل غوث به دان الوجود له أعرته خلعة من سندس غالي لحد ما قال أنا قال أنا السر في سري أنا الفرض شاطح أنا غائث الملهوف في الشدائد قال أحط جميع الأرض في كفتي قال الأرض دي كلها ماسك في كفه زي الجنة بتاع الحديد يا ختمي أمريكا دي ما ركت منك كيف إذا ماسك الكون كله ماسكه كذا زي الجنة في جنة الحديد الأسرائيل ودولة اليهود واليهود ما ركوا منك كيف ده كل من الباطل الذي ينشر وقبل يا قال قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكالي أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلاً وأجمالي محمد الحسن يعني المرغني الطوض الذي ثبتت إمامتي في جيوش الموكب العالم ده حق الختمية بعد أن يجي واحد يقنعنا من إذا في واحد طالب ولا في واحد ختمي يجي يقنعنا الكلام ده إنه المرغني هو الماسكالكون كيدا كله وإنه الدنيا في يده زي الجنة بتاع الحديد وده كلام باطل وشرك وإلحاد وزندقة طيب ده كتاب برضو ده كتاب اسمه سراج السالكين كتاب اسمه سراج السالكين في الصفحة مية واربعتاشر في الصفحة مية واربعتاشر قال لله تمانية أولياء كمل أنا أقرأ لك الكلام من الكتاب الصفحة مية مية واربعتاشر يا هنداء الكلام معلم بالأسر والدائر يقرأ يجي يقرأ يجي يقنعنا أي زوصوفي معترض على إنه التصوف والفكر الصوفي من الأفكار الهدامة وغيره يجي ناقشنا قال قال لله تمانية أولياء كمل أربعة في اليمن وأربعة في السودان فأمسك عن الذين في اليمن وذكر الذين في السودان قال منهم إدريس ودى الأرباب أو قال دفع الله المصوبا وعند أهل الله يسمى مصوبا الحضارات وقد جر الشمس مع الملائكة أربعين سنة يا طلب يا طلب الشمس جار رياض أفعلنا المصوبا ربنا قال في صورة ياسين والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم ما جارنا ملائكة ذاته ولا هجار رياض على المصوبا قال ومنهم إدريس ودى الأرباب أبو فركة ما نبزناه ولا شتمناه قرينا كلامه إنت إذا عندك اعتراض اعترض على الزول ذا قال إدريس ودى الأرباب فركة ربنا أكرم ربنا أكرم بفركة من لباس الجنة الجنة طلعوا فيها فركة يا ناس شفت تصوف عالم غريب عالم عجيب تبقى صوفي تصدق أنه فيك عنج عاقة والدين وتصدق أنه في ضب أطرش وفي سحلية بقمة وتصدق أنه في سيوسيو ما قاري تيكلولوجيا وتلقى بخشها الواتساب إنت كصوفي تصدق أي شيء والله الصوفي يريد الحمير بنزين إنت ما لقاتك المدحة والله الصوفي عنده المدحة يقول يختم بالحفلة بألا لنهول مكاشف لغوم يطف يمقل نظر بالعين الراوي تعلق طلب باب الكريم هو الله شريف ومعين علينا تجلى سقلب سمي الله طريق جايلان كايلان مججلة قال أججو ججلة مساعل مال توكيله على الله الشايقي الشايقي واقف جوب حمر في الطين راجل الصالحين يدو البنزين طياره يطير مع الطائرين طيب يا صوفي ده جائب أزمة البنزين في البلد صوفية بيدو الحمير بنزين وفي حمارة ده بنزين تاني بقيف يا صوفي شوف التصوف ده غريب كيف بيدو الحمير بنزين ونحن مقفين يوم ويومين وثلاثة يوم في الطرنبة عشان جعلون بنزين واحد يقول لك بمية وعشرين وده بيدو الحمير يا ناس شان كده التصوف عالم غريب عالم عجيب او عك تبقى صوفي او عك تبقى صوفي تمسك لك طريقة صوفية لان التصوف عبارة عن تعبيد الخلق لغير الله الصوفي دايرك تعبد معه شيخه الصوفي دايرك تنادي معه شيخه الصوفي دايرك في الشدايد ان جاتك مصيبة ما تلجأ لي الله تمشي القبة ما اسمحت الجماعة ابو يا الشيخ يبقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسلة كرعية ما عرف نوع حجاب ولا برول ولا بطانية ما معروف ابو يا الشيخ يبق قبة بابا قصير اللحية القطايا طير كلام كله فارق وكلام باطل عشان كده تلقى الصوفية في القبة واحد يبك بيدنوعه المشكلة البغزنية بتلقى واحد طالب جامعي يتخرج من كل تلهندسة هنا خسر ابوه اثنين مليار ولا تلتين ولا تلتة مليار مصاريف والرسوم وعربية وغيرها بعد يتخرج سنتين ما اشتغل امش القبة ابو يا الشيخ وبالذات قمان القبة البجال في سنكادي الست مريم انا عاطل الست مريم شغالة في المنشآت شغالة في وزارة التخطيط العمراني تعمل لك شنو يعني الست مريم والله جات ويبقي عليك الله شغلوني يشغلوك وين دي المكتب العمل يشغلوك وين لكن الصوفي دايما بيطبل عقله وبيدي المفتاح الشيخ بعد ذلك الشيخ يدخل الدائر ويطلع الدائر لما انتجي تتكلم وتنقض التصوف وتنقض هذه الأفكار المنحرفة ينطع لك واحد أخو مسلم ولا كوز ولا جبهجي وليك ما ينبغي وما هكذا وخليكم لينين زي شنو يعني حلو لكم ولا كيف يعني لينين شنو يعني كلام فارق ضي ما في حاجة ضيعة البلد دي زي الصوفية والله ما في شيء ضيعة البلد دي زي الصوفية يا أخي مليارات الجنيهات كبوا في القبب قبب تلقى ثلاثة طوابق قبب تلقى ثلاثة طوابق وممكن عزابي تلقى الليل كله يساهر الليل ما بنومه ونحارس نجومه ودومه عسالة وووو تلقى يبكب الليل ما عنده عوضة عشان اسكم فيها ودي الميت لو ميتين سنة باني الليل قبب باثنين مليار وثلاثة مليار أستاذ ما هدمي للإقتصاد ده ما تدمير لإقتصاد البلد السودان فيه أكثر من خمسة ألف قببة أكثر من خمسة ألف قببة أضربين قببة في مليار مليار ونص دي كم دي من اقتصاد البلد شان كده ما في ناس ضيعوا البلد دي زي الصوفية اللي قواها خلق وليقوا الناس بيحبوا الدين خشوا علام باسم الدين استعبدوا الناس ودعوا الناس إلى عبادة أنفسهم قال من دخل طريقتنا وأكل طعامنا دخل الجنة بغير حساب ولا عدم طيب قال ومنهم الشيخ حسن واتحسون قال أنا ما أقرأيك قال منهم الشيخ حسن واتحسون رضي الله عنه بطره الله بطرا جزيلا جميلا ألان الحجر لقدمه وأحيى الأموات بسره يعني حسن واتحسون بحيى الأموات انت الفيلم ده كله والقصة دي كلها داري وريك إن الشيخ ديال ممكن يحيو الأموات وممكن يدو الجنة والنازل بيعدل الخطوة والنازل إن مشيت لهم يتم أكروب بنفس قربتك وإن مشيت لهم مديون بيقضوا دينك ودي كل يعني عقائد باطلة ممن يعتقد في هؤلاء الشيخ كله عند الله ما في مخلوق يحيي الأموات مع الله تبارك وتعالى أبدا في الأمة دي ما في مخلوق لا حسن واتحسون ولا غير قال ومنهم أحمد الطيب والدى البشير أحمد والدى البشير ربنا ملكوا الكون تلاتة وتلاتين سنة ما ضيع فيه جنح بعوضة والله دار تقرب الصفحة 114 وغير من الكتب كتب الراق دهين والله والله إن جدعناه في البحر الأحمر ده مش مالح تبقيوا ده مر أكثر من الحنظة شرك بإن الله تبارك وتعالى والله لا لو أول ولا لو آخر كله في الكتب دي ده كتاب اسم النصر العلمية برضو فيه من الضلال ما فيه مؤلف واحد اسمه عبد المحمود بن نور الدايم وده كتاب اسمه برضو شرب الكاس وده كتاب الحلاج الحلاج يتعرفوا الحلاج ده كتلو مرتد في بغداد المهم في الصفحة 36 الحلاج قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح هذا الكدا قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح وبرضو الكتاب ده قال في الصفحة 133 أو غيرها قال رأيت ربي بعين قلبي قلت من أنت قال أنت قال شفت الله بعين قلبي قلت له يا الله ايت منه الله قال لاي 이نا ايت و thermometer انا شان كده عند الصوفية عندهم عقيدة اسم وحدة الوجود والله جد يقول لك بيقول يا من انا هو وهو انا نحن روحان حللنا بدنا عقيدة فاسدة عقيدة باطلة عشان كده اساس الافكار الهدامة التصوف والله جد من الافكار الهدامة من اتحدى اي وحي علماني شان كده شوف والصوفية كانوا الساعد او الداعم الرئيس للكيزان ولا ما يوم الكم بيصوث للاخوان المسلمين من في الانتخابات موج بيجوا ليشيخ الطريقة يدو لك لوري بتاع دقيق والشيخ يقول لهم السجرة 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 وبكرة كلهم تلقاهم يقول لك السجرة السجرة ما بعرف السجرة ولا العزو زاب المهم كلام كلام كتير ولمعوا لمعوا بعض الشخصيات لمعوا شان كده هم بيسلقوا على اكتاف هؤلاء وساعدهم في نشر الشرك وفي بناء القباب والاضرحة وفتحوا لهم الاعلام يا اخي في اذا كان في تلفزيون النيل الازرق جايبين واحد من اولاد شيوخ الطرق الصوفية اسمه الكباشي قال من كرامات ابونا ابراهيم الكباشي انه الله اداه كن فيكون في لسانه يعني الآية في صورة ياسين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون دي ما حق طلب براهه الكباشي معه برضو يا ناس ما اقوله ربنا قال انما امره هو سبحانه وتعالى وحده ما معه تاني غيره قال ابونا الكباشي برضو بقول للشيء يكون فيكون طيب ما تقول للبحر المالح ده كن بنزين خلي النادي تعب منها بنزين وتبقى مارقة ونحن ديال ما عاجبينك ديال الصوفي طبعا ما بكرة في الدنيا زول زي الزول السلفي اللي بيقول للناس اعبدوا الله براه اتمسكوا بالله براه نادوا الله براه ما تشن لك طريق طريق صوفي ما تبرق لك يا فقي ما تودي مرتك للشيخ بعض ال بعض الناس اللي ما عندهم رجالة وعدا مروى الواحد ما وللست ست سنة وجماعة جنانه في الحلة يقول لك والله قالوا في شيخ بيد الجنة هو يا زول الشيخ ده خاتم في مخزن الشيخ ده خاتم في كبريتة بتفتح الشيار بيجد عليك اثنين ثلاثة ولا الحاصل شنو بيديك جنة كافية جنة دم بنعرفه بطريق واحد تتزوج وتدعو الله تبقى زي زكريا عليه السلام ربنا قال كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده شنو زكريا اذ نادى ربه نداء خفية قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم اكن بدعائك ربي شقية واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي يا الله من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيها ربنا قال لو يا زكريا انا نبشرك شنو بغلام اسمه يحيى وربنا قال في صورة الشورى ربنا قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة الزول انتبق خائب رجع اللي يودي مرته ولا يودي اخته ولا قريبته يوديه للشيخ يقول لا يديه جنة بديه لك جنة لكن بعدين ما قلت بتعرفه بعدين والله جد ان جاتك اي حاجة بس استحمل ما تودي عرضك يا اخي ناس ديال والله في البلد دي اجرموا اجرام لا يعني السحرة والدجاجل والكوهان اجرموا في هذا الشعب السوداني والله جد عبادوا لنفسهم باشالوا قروشهم واكلوا اموالهم وزراعتهم زول ازراع ستة شهور اول ما حصد اشه الله لوري ودي له الشيخ الشيخ دق معك طورية الشيخ مسك له جدول فتح له جدول لا لكن الا انه عنده عقيدة فيه وغير من العقايد شان كده الاعلام الان مفتوح لهؤلاء والعلمانيين جايينهم بعشوية علمانيين والجمهوريين وغيرهم يسخنوا في خطرايا برا لانه دي حاجة بسيطة للصوفية اما الجمهوريين والعلمانيين ان شاء الله يتواصل المنبر في كشف هذه الافكار الهدامة ومن من الافكار الهدامة فكرة الاخوان المسلمين وفكرة الخوارج الدواعش وفكر تنظيم القاعدة وفكر سيد قطب وفكر حسن البنة وفكر المودودي وغيرهم من ايمة الضلال وكذلك حزب التحرير من الافكار الهدامة وكل الطرق وكل افكار هدامة وبنتحدى ان يزول انه يقول هم انتمي لحزب وما هدامة بس الليجي ويخش وان شاء الله يجد الاجابات الشافية الكافية التي تثلج صدر اهل الايمان وتغيظ اعداء الاسلام من العلمانيين والشيوريين وادباع لينين وماركس وانجلس وادباع الجمهوري محمود محمد طه بديك الوسائق ان شاء الله بالفيديو والصورة والصوت فانت بس صبر نفسك شوية لان الشغل هذه ان شاء الله فيها ردم وجغم ان شاء الله تقيل والله بس انتم مهي شوية ونفتح المجال لشيخنا واستاذنا الشيخ شهاب عوض فليفضل مجزيه معجوره جزاكم الله خير سلام عليكم